ده بيخليني أنا دكتور أسأل على أنه المقومات بتاعة صناعة الأساس ما بين الإيد العاملة وما بين الحجم الإستثماري وما بين التكنولوجي وما بين مواكبة الأزواء العالمية علشان خاطر كمان التسويق أنت حددك متخصص أساس صغير أعلم أنت أقولت أنت أجملتهم أنت أجملتهم يعني ده سيبتريش حاجة أقول لا خالص بس أنا ده عايز بقى أفهم يعني دي بالنسبة لي كلها كل جملة بعدها علمة تستفايا هو طبعا فيه عناصر لو متواجدة تدفع لك صناعة الأساس لقدام وفيه معاوقات لصناعة الأساس إحنا الحمد لله في مصر عندنا من العناصر اللي هي تخلي صناعة الأساس تتقدم الكثير من هذه العناصر الأساسية أنه يكون عندك يبقى عندك الأيدي العاملة تبقى متوفرة وإحنا الأيدي العاملة عندنا متوفرة هذه صناعة يعمل فيها قرابة مليون شخص يعني إحصائيا ما بين 900 ألف إلى مليون أو يعني بتختلف لكن أنت حرك عندك مليون شخص بيعملوا في هذه الصناعة دي نمرة واحد نمرة اتنين وبأمانة شبكة الطرق والنقل دي مهمة جدا مش بس لصناعة الأساس ولكن لكل شيء فأنت عندك أيضا شبكة الطرق ونقل أصبح حديث ومحدث ويخدم لك هذه الصناعة حضرتك قلنا الأيدي العاملة قلنا النقل قلنا كمان أنه يكون فيه عندك بعض القطاعات اللي تكون نامية وأهمها على الإطلاق طبعا القطاع العقاري فأنت عندك نماء في القطاع العقاري القطاع العقاري لا يمو إلا لو يحتاج وبيحتاج دايما موبيليا طول الوقت فإذن حتى على الصعيد المحلي هذا موجود يعني دي الأساسيات بالنسبة للتسويق زي ما هك تفضلت التسويق هو على الأخص التسويق الإلكتروني دلوقتي يعني بيسهل كتير جدا جدا في منصات دلوقتي زي ما سيتك عارف موجودة ومنصات عالمية وممكن يبقى فيه منصات متخصصة فقط للمدينة يعني دي أحد الأفكار اللي ممكن تكون مطروحة حلو جدا يعني دي لو منصة مصرية خالصة للتسويق لمدينة الدوميات الأساس أعتقد أنه ده ممكن يكون فكر جيد جدا طبعا دكتور عمر الفتح قال كده يبقى فيه فكرة في دماغ وقعد عملها بالدور وبتتبلور يعلن عنها في حينها في حينها مع الجهات اللي هتبقى مختصة أو المدينة طبعا بالرجوع إلى المجلس الإدارة وإلى آخر